أكدت رئاسة تونسية أن تصريحات أردوغان لا تعكس فحو اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد وأشارت رئاسة تونسية إلى أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة السرق في ليبيا لا يعكس الحقيقة مستهجن تصريحاته بشأن انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا وأشددت رئاسة تونسية على أن تونس تبقى محايدة في ليبيا ولم تنضم لأي تحالف وأشرت إلى أن الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنمو عن سوء تقدير ونوهت الرئاسة تونسية بأن الرئيس حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها